لو الحكاية فيها إنا فيديو في البرازيل طبعا ولكن في عندنا حصل عوار في الفترة الأخيرة وقدرنا ان احنا برضو نتدخل ونقول برضو ان في كارثة بالنسبة للمجازر الموجود في البرازيل الفراخ الأوكراني برضو احنا بنتعام مع أوكرانيا برضو في الستراب بتاع الدواجن ولكن هو المستحب طبعا لدى المستهلك هو بيخش سوى ماركت خد على فراخ مثلا حاجة معينة أو نوع معين فهو مش عايز ما ده هو عارف ان الفراخ دي سي مثلا خلاص دي برازيلي مثلا والفراخ دي اوكراني لا انا اخذ مثلا برازيلي فالأوكراني لا اخلي شوية في المخاصلة في النهاية انا معظم الشعب عندي بيستهلك الاستهلاج فراخ الصحية فانا لازم النهاردة اثقف المواطن وابقى ان معرفه ده دور بقى فرقة الكاهو فرقة الكاهو النهاردة متمثلة في الهيئة العامة الخيامات البيطارية ده دور انه هو يعمل على مستوى 27 محافظة دورات توعية يعرفني ان انا ارب طيور ايه طريقة الصحية كون اعنز اربى بالنسبة للمчно Pontar سيستططيط رجاني تلك مثلا الترفيه عند وابقين 27 محافظة ما هو تنشر التنصavam ليه عن جنتها? هل الغزمة اللي هي الفين وستة دي كان ليها دول جان. طبعا. طبعا في حصل طبعا بعد الجدود طبعا حصل منها النوع من الانعدام التام من عسحها الجدود الاصلي يعني. ما بقتش موجود فانا هنتجي ازاي هطلع منين سلالات تاني. فهنا انا بتوقف في شكل تدريجي. ومن اعدة طبعا لاني اا انت النهاردة بتنتج احنا كنا يعني تقريبا بنصدر قبل 2006 ولكن طبعا في ذل المرض H5N1 والأمراض المتحورة دي بدأنا ان احنا خلاص ننزل 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 فكان يجب ان في الحال دي هتدخل هاي العامات هاي بتقريبا تمثلها في فرق الكاهو ان هي اتعرفني النهاردة كمربي ايه رب ازاي طريقة الدبح اللي انا بشوفها دي صح ولا غلط اتعامل ازاي في حالة وجود مرض الفيونزل تيور او اي اعراض بتظهر ازاي ان اكتشافها ده طبعا متمثل زي ما انا قلت في الهيئة العامة للخميات الباترية ودور في الايكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة